المجلس الأعلى للثقافة هو مسؤول عن جوائز الدولة السنوية صحيح كيف تتقرر؟ جوائز الدولة هي باختصار أربع جوائز جوائز الجائزة الأرفع والأكبر هي جائزة النيل ونحن نتحدث عن المجالات الثلاثة الأساسية بالمناسبة مرة أخرى الفنون، الأداب، العلوم الاجتماعية لدينا جائزة النيل، لدينا جائزة الدولة التقديرية لدينا جائزة الدولة للتفوق، لدينا جائزة الدولة التشجيعية وهي مخصصة للفئات العمرية الأقل وتشجيعاً للمبدعين الشباب للتقدم للحصول على جائزة من جوائز الدولة بيتم الإعلان عن فتح باب التقدم في شهر أكتوبر من كل عام ويفتح الباب لمدة ثلاث شهور ويغلق في نهاية ديسمبر بعدها بتبدأ لجان بيطلق عليها لجان الفحص اللي هي بتقوم بعمليات تحكيم لابد أن نذكر أن جوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية تأتي بترشيح من جهات ومؤسسات معتمدة من المجلس الأعلى للثقافة يعني هذه لا يستطيع أن يتقدم لها الفرد تتقدم الجهة الجهة ترشح أسماء الجهة دي هي جامعات مجامع علمية مراكز بحثية إلى هنا وهي قائمة معتمدة وبتراجع بصفة دورية من المجلس الأعلى للثقافة للتأكد أنه لأنه هذه خطوة مهمة جدا للتأكد من الجهة المانحة بترشح أشخاص ذو حيثية بترتقي هذه الأسماء لكي تكون مرشحة للحصول على جوائز الدولة بالنسبة لجائزة التفوق فلها قسمين في قسم ممكن يأتي بترشيح مثلها مثل الجائزتين الأولى والثانية ويمكن أن يتقدم بها أيضا أفراد يعني دي فيها إمكانية كده وكده جائز الدولة التشجعية كلها بتقدم فردي بتقوم لجان التحكيم بفحص الأعمال المقدمة بالنسبة للجوائز كلها فيما عدا يمكن جوائز النيل لأنه جائزة النيل هي الحقيقة جائزة عن مجمل أعمال الشخص ومدى تأثيره على المجتمع لأنه دي الحقيقة جائزة كبيرة بعدها بيعد ما يسمى بالقوائم المختصرة الشورتليست لتعرض على المجلس الأعلى للثقافة في اجتماع سنوي بيتم التصويت عليها للاختيار من بين الأسماء التي رفعتها لجان التحكيم اللي هي بترفع ضعف العدد اللي مفترض أنه هو يفوز بالجائزة فإذا كان لدينا مثلا ثلاث جوائز بترفع ست أسماء إذا لدينا جائزة واحدة بيرفع اسمين وهكذا فإحنا يعني في هذا العام أضيفت أيضا عفوا في عام 2017 أضيفت أيضا جائزة النيل للمبدعين العرب والسنة اللي فاتت الحقيقة برضو تم حل مشكلة كانت مشكلة مزمنة تتعلق بما يسمى بسنة الفراغ لأنه دائما كان هناك فارق بين جائزة النيل وجائزة الدولة للتفوق وبين جائزة الدولة التقديرية والتشجي كان فيه سنة فراغ معاملة دروب في النص وكان دائما بيعلن عن الجائزة للنيل والتفوق لعام بينما جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية متأخر عام وده الحقيقة كان بيعمل غموط شديد جدا في الوسط الثقافي حلت هذه المشكلة تماما العام الماضي وأصبحت الجوائز الآن منتظمة في المجالات الأربع طب دكتور هشام يعني ترى على بالي سؤال حليان بالنسبة للحاصلين على هذه الجوائز الكبرى ألا تقوموا مثلا بعملية تسجيل معهم على أساس أنه يبقى فيه نوع من أنواع الاحتفاظ بهم وبأرائهم وبأفكارهم بشكل دائم هو الحقيقة أنه ده مشروع يعني ممكن أن يكون مشترك مع جهات وقطعات أخرى مؤكد مع الإعلام في الإعلام وأيضا في مؤسسات حفظ التراث وزي دار الكتب مثلا يعني عندنا دار الكتب والوثائق القومية لكن بالنسبة للمجلس الآن هنحريصون على أنه نشر الأعمال بالنسبة للمبدعين اللي فازوا من خلال سلاسل معينة والحقيقة أنه فيه فكرة جديدة تتعلق تماما بالجزئة التي أثرتها هي سلسلة الفائزين بجوائز الدولة أنه تصدر مجموعات ليس بالضرورة كل الأعمال لكن مجموعات مختارة من الأعمال لكل الشخصيات الباريزة خاصة في جائزة النيل وجائزة الدولة والتعاون أيضا مع الإعلام للتسجيل معهم في برامج مطولة ده مرتبط الحياة بجزئية مهمة جدا هي ما يمكن أن يطلق عليه تاريخ الشفاهي وإحنا في مصر هذه الجزئية محتاجين نركز عليها تركيز أكبر والحقيقة برضو عايزين نركز على ضرورة وجود سلة قوية ودائمة بين أجهزة الثقافة في مصر وأجهزة الأعلام في مصر مجرد أنه نعمل تسجيل بصوت والصورة لرمز من الرموز المصرية يتحدث فيه عن كيف وصل إلى هذه المرحلة التي تمنحه الدولة فيها أرفع جوائزها هذه رسائل كثيرة مهمة جدا أهمها أنه يوصل رسائلة للأيال الجديدة أن هذا قدوة وهذا نموذج رول موديل بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة والحقيقة أنه زي ما بقول أنا ليه ذكرت موضوع التاريخ الشفاهي لأنه ده جزء مهم جدا بالنسبة لنا في مصر نفتقد كثيرا لأننا نتعود أن دائما نعتمد على المصدر المطبوع مع أنه التاريخ الشفاهي اللي هو بيوثق لأحداث كثيرة جدا والشخصيات زمان كان التاريخ الشفاهي بالمناسبة بدأ بشرائط كست تسجيلات صوتية فقط وتعامل حتى بعض دول الخليج كانت سباقة في هذا مع من كانوا يقومون بعمل الغوص والبحث عن اللؤلؤ في السابق ويوثقون لهذه التجارب من خلال تسجيلات صوتية نحن عندنا دلوقتي الإمكانات التي تسمح بتسجيل صوت وصورة مع رموز كثيرة جدا لكي توثق لعمل يعني حضرتك بتؤيد هذه الفكرة الحقيقة كانت فكرة وفكرة مطروحة من أيام دار الكتب والوثائق القومية التي شرفت بتولي مسؤولياتها لبعض الوقت طيب بمناسبة دار الكتب حضرتك استعدت مجموعة من دار الكتب استعدت لا يعني كيف كان استعدت هذه الأشياء التي سرقت مثلا وذهبت إلى الخارج هو في فترات يعني باختصار شديد دار الكتب تاريخة طويلة بدأ من 1870 وحصل نقل لمجموعتها مرتين مرة في عام 1904 عندما انتقلت من مكان درب الجماميز أول مكان لها في قصر مصطفى فاضل باشا له أخو الخديوي إسماعيل وانتقلت إلى باب الخلق المقر التاريخي الشهير ثم في 1974 انتقلت مرة أخرى إلى المقر الحالي على كورنيش النيل ممكن جدا أنه يكون تم فقد أشياء في مرحلة النقل دي ممكن جدا نكون في من حصل عليها من سرقها من سرقها طبعا وارد جدا بس الحقيقة أنه عندما اخترنا بأن هناك مخطوطات تابعة لدار الكتب أنا سأقول له حضرتك وحدة منهم لأنهم الحقيقة مجموحهم أربعة لكن السيناريو تكرر أربع مرات مع صلاة مزادات في الخارج حضرتك بتاري مخطوطة بختم دار الكتب معروضة أمامك على شاشة إحدى صلاة المزادات وأمامها 48 ساعة لكي تطرح في المزاد هذا الحقيقة كان شعور قاسي جدا الحمد لله ربنا وفقنا لأننا اعتمدنا الحقيقة يمكن مدخل جديد في التعامل أننا تعاملنا مباشرة مع صلاة المزادات دخلنا في مباوضات مباشرة معهم استمرت شهور والحقيقة أنه كان فيه تفاهم كبير لابد نحن نقول ونندي الناس الكريدت أنه هم سمحولنا باستردادها احنا استرجعنا المخطوطة الأولى تكرر نفس السيناريو مع صالة مزادات تانية في لندن برضو تكرر مع صالة مزادات تالتة في لندن صالات مزادات مختلفة وفي كل مرة ندخل فيه تفاوض وفي كل مرة نقنع المسؤولين عن هذه الصلاة بأحقية دار الكتب أنا طبعا بحكي باختصار شديد جدا لأن عملية التفاوض دي لم تكن عملية سهلة وغير مسبوقة في تاريخ مصر ولا في تاريخ دار الكتب إن أول مرة يتم استعادة مخطوطات دون أن تتكلف الدولة جنيها واحدا في سبيل استعادة هذه المخطوطات ونذهب إلى صالة المزادات في لندن ونحصل عليها ونعود بها إلى مصر لكي يتم يدحها مرة أخرى في دار الكتب دي تجربة الحقيقة غير مزموقة والحقيقة إنه إحنا يعني بتوفيق ربنا قدرنا نسترجع أربع مخطوطات خلال عام ونصف كلها لأ مجهود جميل طبعا كانت معروضات طب الحفاظ على الموجود هو ده بقى الحقيقة اللي كان لما كنا بنسأل حقيقة في المؤتمرات الصحفية اللي بتعقب استعادة أي مخطوط كان جايما السؤال بينصب على كيف خرجت وكيف أنا الحقيقة كان ردي إزاي نحافظ على الموجود رجاءا أنا لا أستطيع أن أحدد على وجهة دقة كيف خرجت ونحن نتحدث عن يعني عهود ربما ترجع لعقود تصل إلى 70 و 80 و 90 سنة وناس رحلوا بالفعل لكن ما تسألني عنه الآن ما هي الضوابط والإجراءات والتدابير التي نتخذها في دار الكتب لكي نضمن عدم حدوث ذلك مرة أخرى هو ده الحقيقة السؤال والحقيقة أن الضوابط الموضوع الآن من إجراءات تأمين وبتستخدم الحقيقة تقنيات عالية جدا في الحفاظ على تأمين المقتنات لأن الحقيقة مصر رصدها من المخطوطات رصيد ثمين جدا 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 ومجموعاتنا من المخطوطات بتعتبر تاني أكبر مجموعة في العالم بعد تركيا مصر تمتلك ما يتجاوز ستين يعني تلك إحصائية تدعو إلى الفخر الحقيقي لا ده نحن نمتلك ما يتجاوز ستين ألف مخطوط في دار الكتب والوثائق القومية عدد مبهر ليس فقط العدد ولكن التنوع التنوع في الموضوعات التي تغطيها هذه المخطوطات التنوع في الحقب الزمنية التي تغطيها هذه المخطوطات التنوع في أشكال المواد التي تسجلتها هذه المخطوطات فالحقيقة نحن لدينا ثروة هائلة نعتز ونفخر بها والحقيقة أن العالم كله مدرك قيمة التراث المخطوط المصري ويعني نأمل أنه يعني هو لسه فيه طبعا فيه حاجات خرجت وموجودة بقى مش في صلاة مزادات لأ ده فيه مكتبات ومتاحف بتقتني مثل موضوع الأثر وفيه عند الأفراد كمان وفيه عند الأفراد طبعا وفيه عند الأفراد لذلك هو برضو إحنا فعلنا قانون مهم جدا هو قانون المخطوطات أنه يتم أي فرد بيقتني مخطوطات داخل مصر عليه أن يقوم بتسجيلها في دار الكتب والوثائق القومية بحكم القانون بالمناسبة يعني إحنا ما نقولش إحنا هنصادر حاجة إذا أنت عندك مخطوطات موجودة فلابد أن يقوم بتسجيلها في دار الكتب الوثائق القومية عملا بمبدأ على الأقل حصر والتعرف على ما هو موجود